صباح الشروق صباح الخير صباح الجمال صباح الكسامة صباحكم سعيد بكل مكان متابعيننا متابعين قناة الشروق داخل الوخاري للسودان أتمنى نقضي مع بعض روكة لطيف بما عديناه لكم من فقرات بحلقة اليوم من صباح الشروق وتكونوا بعافية يا رب أتمنى لكم متابعة طيبة وأنا مباشرةً ورحب بصدوفي المسرفين اللي في الستوديو ورحب بأستاذة تهاني حسين بشير على حسب ما هي تحب حسين بشير على حسب ما هي تحب أهلا بك يا أخي ومرحب بك مرحب بك أستاذ محمد صباح الخير علينا وعليكم وعلينا سوداننا الحبيب والموجودين وخارج الوطن أهلا بك يا رب ورحب بالدكتور الصيدلي سامير محجوب أهلا بك معنا وكلام كثير عن الصيدلة ومشاكل الصيدلة وحبابك أخي الحبيب الأخ محمد وإن شاء الله صباح الشروق عليكم وصباح جميل وصباح يبدأ بالعملاق محمد وردي وغني الله وده صباح جميل والكيمية كيمية نحنا أولاد مدني الله يخليك أحب أولاد في الجتة زي ما قال مدني جمع طبعاً صحيح برحاني ما حنطلع عكبرة على طائقتي نسدينكم ما في كلام يعني أنا حبدأ بكم بشارة أنت بيتدور الشغالة أو نشطة في العمل التطوعي والعمل الإنساني والتحديد وشغالة في رعايتها الدور يا شكاة عامو دور الأيتام دور المسنين وكل الدور نتكلم عن ده شفية بدأت بجميع السودانية لرعايت المسنين كنت كمتطوعة يعني شافوني زولة أكتف طوالي يعني قاموا بقل عامل كونتاكت بين الدار وبين الجميع السودانية لرعايت المسنين ومنها يعني الحمد لله ادعلمتها وكان الوالد من الناس الداعمين للدور رحمه الله كان بيدعم الدار وكذا يعني الحاجة دي مشت معاي عممتها بدل الدور دار المسنين بس أكون فيه بيجد في التسعة دور يعني في ولاية الخرطوم نعم والحمد لله دار الميقومة لأطفال حديث الولادة دار المسنين ودار المسنين ذاته هو مقسم لثلاثة أجزاء في جزء للأطفال من أطفال الميقومة من عمر خمس سنوات بنات وأولاد مفصول بناتهم أبواب يعني بس كلهم بنصبوا في بيت المسنين على الساسين كونهم زي أسرة يعني نعم في ناس النسور البولي في ناس المشردين والمشردات والحمد لله يعني صغل كبير وعظيم الحمد لله ربنا يعينكم نحنا معاك والله إعلامين على الأجل يعني دلواجي دكتور سامر مش هكي الناس تتكلم كتير عن مش هكي للصيدة للفترة الأخيرة يعني وطبعا مش هكي القديمة لكن الكلام كتر في الفترة الأخيرة وده حيجودني طوالي بعدين هنتكلم عن المقاومة المضادات الحيوية لكن كدوشين نحنا نتكلم عن معاملة أو الصيدلي مع المريض ومعاملة المريض مع الصيدلي في الفترة في الفترة الأخيرة وفقا الظروف الاختصادية وكل تعالك تتفق معي أخي الحبيب يعني لما يكون في ترد عام بينعكز على كل المجالات طبعا والصيدلة في أي حال من الأحوال هي يعني بتكون عندها دور حيوي ومهيم جدا فهي تأثرت كباقي القطاعات التي تأثرت بالترد الحاصل نتيجة لأوضاع كثيرة جدا لكن من هنا أنا بصوت قناتكم العامرة أوجه شكرا للأخوة الصيدلة يعني هم عانوا كثيرا جدا وكل الكوادر الطبية بصورة عامة لكن قد يأتي بعض المتسلقين على المهنة وده بكون نتيجة لوضع اقتصادي معين يعني شخص مادر الصيدلة بصورة كاملة في حاجة زيدي زون مادر الصيدلة شغال في صيدلية وبصر قدرية والله لأن أخوة الأحبة العذة الكرماء في المجلس هم بيقوموا بواجب أكثر لكن قد تحدث بعض الهنات هنا وهنا وهذا شي طبيعي يعني لكن عموما أرى أنه يعني الصيادلة الآن يعني مفروض يدون مثام الإنجاز ليه؟ لأنه السودان بيقبلت كثيرة الأمراض ودلي البنية التحدية شوية نحن فيها تردي الأيام دي بيقوا الناس المرضى يعملوا شورتكات بسيط جدا اللي هو بدر يمشي للأخصاء يجي للصيدلي فتحملنا عب تشقيص المرض وصرف الدواء وبكل حال من اللي حواله هو ده قير صحيح يعني لكن إذا بيجيك مريض هو ما عنده القدرة يمشي للأخصاء فانت بتحاول توصل لأفسط مقويمات علاج ممكن يحصل له علاج ولوحات بسيط جدا رغم إنه الحاجة دي ما صح هي غير صحيحة تلبتة ودها تدلفنا في المحور اللي انت بتتكلم عنه اللي هو موضوع المضادات الحيوية التي أصبحت بلاجة والسبب ليس في المضادات الحيوية في حد ذاته إنما السبب في استعمال الخاطئ فإن شاء الله تكون بداية مع صباح الشروق معاكم المحور تدور مهم جدا واحتمال أنا اشتغلت في الموضوع ده كتير كتوعية صيدلانية يعني عبر الوسائط الاجتماعية عبر الإذاعات احتمال قبل ما أجع عليكم هنا كان عنده مداقل في بعض الإذاعات عن الموضوع ده ذاته الفترة الأخيرة برضو بطريقة ولا بتانية صياد لا بيشكوا منه مصدقائيان شخصيا يعني فبقولوا إنه مرات بيحسوا بإنه المريض أو الزبون بيتعمل معاهم كبتاع دكان نعم يعني ما أكثر ولا أقل هو ذول بيديه حاجات معينة يعني نعم هو طبعا يا حبيب مفروض نعلل التقافة الدوائية صحيح يعني نحن سودان ضطن ملي بالعادات والتقاليد والثقافات نعم وما كان يميز السوداني الثقافة العالية جدا لما يكون في ترد في الثقافة التعامل مع الصيدالي كبتاع دكان والتعامل مع الطبيب مع معينه كشخص لا يريد أن يقدم خدمة فإن التعامل كنا بنشتغيره للأسف بدأ يتراجع مشكلة وعي عام ومشكلة ثقافة عاما لكن الدور عليكم انتو كمان الأجهزة الإعلامية بالتنوير وتخليه بيتعملوا فيه الآن ده جزء من تشكره عليه ويعني ويرفع لكم فيه القبعة وده الواجب والله طيب سنتهاني أنا نقول لك السؤال طوالي اللي هو التردد بتتكلم عنه الدكتور بشكل عام وتعامل الناس مع الدور اللي انت ذكرتها قبل شوية كيف شايفاه وشايفاه ووضع الدور بشكل عام كلمين عنه ووضع البيئية والصحية عاملة كيف ونتكلم بوضوح يعني عشان نلفي تلانتباه للحاجة بالنسبة للدور والله يعني الناس بيعادت وتفاهامت يعني فيه ناس كان ما بيعرفوا انه فيه دار فيه هم السنين بيستغربوا يعني من تحكي لذول بشهد دار المسنين في سودان فيه دار المسنين بيستغربوا للكلام ديه في دورنا احنا بنعمل برامي ترفيهية بنجي نعمل لهم قاعدات قهوة بنجي نونسهم يعني بيجينا ننلم الناس حولهم حتى فيه بعض الناس بيجيو عملوا مبادرات بتاع اليوم علاجي وكذا مع اليوم الترفيهي ذاته يعني فهم فعلا بيحتاجوا رعاية لان الواحد بيكون يعني مقطوع من اهلهم كذا العامل النفسي مهم شديد الناس تمشي ليهم تونيشهم تقعد معاهم كذا برضو بالنسبة للعلاجي طبعا الناس دي كل ما يكبروا في السن بتكون عندهم امراض بتاع عزام امراض بتاع قلب ضغط سكري فالحاجات دي مهمة شديد يعني عامل النفسي والناس دي تعمل لهم كل فترة يعني شك وكذا يعني عندهم ناس الدور هما ما بقسروا الموجودين بيعتبروا من اباؤهم يعني وطبعا الناس اللي بيستغرب يقول لك يا اخي هل في دور بسنين لانه ثقافتنا العامة باحتبار عيب ان تودى تودى جدك ولا تودى ابوك ولكن هي موجودة نحترف بالحياة هي موجودة من الزمان يعني هل بتجيبوا اسرتك ولا انتو لا يعني كونينك تتجيب اسرتك وتمشي تقول والله ابو يدخلوا معاكم ويكون موجود دي حاجة بتدعو الى انه الناس تتفكك يعني ما يكون في اسر كبيرة وكذا تحصل لكن؟ والله نادرة ما تحصل لكن ممكن الزول يعني اذا هو قلبه قاسي وكذا ممكن يعني يخليوا في الشارع يرميوا او مثلا مرد علينا حال حالتين بيخلوا الزول يقول لو ادنك دكتور يعني طيب يقوموا يخلوا حاجة دي حضرتها كنت قبل كذا كان في برنامج وجابوه المسين قلوها ادنك الدكتور والمرأة قعدت قعدت يعني بيقى تسأل انا في الدكتور انا في الدكتور هما مش وخلوها او تخليوا يمروا في الشارع ايوه يخليوا يمروا في الشارع يلقوا الناس جم جامع يلقوه جم محل مطعم يعني راقت في شارع يعني حاجة دي لحنا منشوفهم ينمشي يبلغ عنهم السلطات يعني لانه انه تشيله وتوديه دار طوالي مسئولية ايوه توديه النظام العام انه النظام العام بيوده المحكمة بيفتشوا اهله انه هو عنده اهل عنده الناس فاتحين بلاغات انه في ذلك المفقود اذا الحاجات دي متوفرت عنده مشكلة عقلية وليه حاجة بيوده المستشفى بتاعتها التجاني ولا كذا اذا ما عنده مشكلة صحية بيوده الدار بتاعت المسينين بعد ما يتأكد انه ما عنده اهل انا هباصي لك الكلام اللي قلته طالما الباص هو تخليه الدور اللي بيقون به هو دور كبير جدا نعم ولعلك انت اشرت لحاجة يعني ما ضمن ثقافتنا انه نودي زول المسين صحيح دار المسينين يعني نحن كان المسين ده هو بارك تلبه طبعا والما عنده كبير كسله وكبير صحيح لكن بتكون في بعض العادات الدخيلة اللي بيقيت تجينه من بره نعم اللي هو مثلا تود الشخص الاكبر منك في السلة حتى ممكن يكون يرعاه ما عنده انا شايف ده بعدي من الواعز الديني الى حد ما لانه لو عنده زول كبير بفوض يجيب بره يعني نعم خليه الحياة البسيطة دي حني ده مدخل الجنة بحده بحده لكن هم الدور بتاعهم كبير جدا يعني يرفع له القبعات بل الاف القبعات اللي هو التهاني ليه لانه ماذا نفعل اذا وجد شخص لا يحترم شخص الكبير نعم فاذا كان هو لا يحترم الشخص الكبير المجتمع مفروض يحترمه وتخلي ده الدور الهول بيضموا بهم يعني لكن برضو نحنا ما يعني ما حناس في الرمال زي ما قالوا عشان صحيح نضغط على الجرد في موجودين ناس كبار في البيوت نعم لكن للأسف الناس بيكون ذهيانين منهم صح وأول حاجة بعملوها بيعزلوا بغرفة براهو في البيت صح يعني ياكل براهو ما في زل بونسوا حتى غرفته بتكون بعيدة من الناس صحيح غرفته بعيدة من الناس حتى لو يتكلم ما يسمعوا كله صحيح لكن أنا بانش وبيجي برضو للتربة يعني إذا انت ربيت كويس ما الأخ محمد يعني نفت النظر للحتة برضو قد يكون التجاهل لزولة لزولة الكبيرة في البيت قد يضي لأمراض أخرى يعني قد ما تكون أمراض عضوية قد تكون أمراض معنوية نفسية لكن أنا حسب وجهة نظري أنه دار المسنين هي ما حل إنما الحل في أنه نرجع لعاداتنا وتقاليدنا لكن ندعم ما يشيز عن هذه القاعدة نعم أنا ما عايز نمشي في اتجاه الغرب كثيرا الأفكار المستحدثة بمعنى ما نقدم هدية للأم إلا في عيد الأم لا ولا من زور المريض إلا لمن نمشي له في الملجأ لكن قد يكون في ناس مثلا ما عندهم مهل أو قد يكون العسرة لا تستطيع صرف العلاج لهذا المريض في هذه الحالة لكل قاعدة شواز أنا أتخيل لي المستثنى موجود لكن يعني حسنا الآن لو دخلت أي بيت سودان شرقا وغربا شمالا وجنوبا بتجد الزولة الكبيرة هو باركة تنفيذ لكن أنا مع المقولة لا ندفر رؤوسنا في الريمان إذا وجدت الحالات ندعمها وندعمها كمتمع ليس كحكومة فقط لأنهم هم الأحق بالصدقة هم الأحق بالذكاء هم الأحق بالدعم المعنى هو النفس وكي مثلا بيقول لي ما عنده كبير يشتري كبير يعني بعدين تخيل لي هم بذاتهم بيصلوا مرحلة من السنة يكونوا حساسين جدا صحيح ورقيقين خالص يعني أيوه ما بتحمروا خالص يعني بيقولي الأطفاله وبتحول الأطفال بمعناصر يعني زاهل الدول الكبير ده في السنة يعني لازم يعني لازم يعني لازم يعني لازم حتى لو غلط تقول لي صح كلام ما الشيوي يعني لأنه يعني هو عنده خبرة هو دول مرجع ما حاجة سهلة يعني صحيح أيوه الكلام اللي برضو أنت أشرت لحاجة قبل شوية اللي هو الوضع الاقتصادي اللي هو مساهم مساهمة مباشرة في أنه ممكن يكون ما أجازين يرعوه يعني هو كبير في السنة صحيح صحيح لكن بيقول ليك قصه لي يعني ديني منه صحيح إذا فقه ثمانية حبات يقول ليك قد ديني أكبر طبعا ديني نعم دي حالات قاعد تحصل ولا يامادي كتير جدا مم مم مش بيكون نقص الجرع على هاكين ولا هو بكون نقص الجرع على هاكين مثلا ممكن الليلة شيروا جرعة الليلة وبكرة شيروا جرعة بكرة وهكذا يوم يوم نعم والأخوة الصيادلة بيمشوا في الاتجاه ده الليلة وعارف الدواء قالي جدا أصبح صحيح فنعمل شنو ندعو لربنا يعني يمن علينا بالخير على على بلدنا يعني نعم والوضع يستقر الوضع الاقتصادي نعم لكن كخدمة من الأخوة الصيادلة هم بحاولوا يوفروا يعني حتى يدخل لي بعض المبادرة الطبيعية بتجي من أصحاب المنظمات المجتمع المدني توفير الدواء في صورة مجانية شركات الأدمية تدعم بالكريسامبول بحيث نحاول نمرض من عنق الزجاجة لكن هو المحور الأساس الوضع الاقتصادي ينعكز على الكل وزيدك في الشائر بيت كمان مبارح ولا ولا مش مقيل إنه حيترفع الدعم عن الأدوية يعني والذات المدلات الطبية للأسف الشديد يعني ده كلام محزن جدا نتأسف نتأسف عليه لكن اللي نقدر نعمله نرجع لمجتمعنا بمعنى السودان هو أول من عمل مبادرات الأهلية الآن الوضع الاقتصادي هذا الكل لا يخفى على عين يعني على عين أي شخص وضع معروف للكل و للعدو قبل الصدي نعم فخلونا نترابط معه بعد أنا يعني الرسول عليه الصلاة والصلاة 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 السابع جار نعم نعم سيدة هاني أه 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 نحن شايفين الحال عامل كيف يعني عشان الناس تشايل يعني بالضبط حد ما ربنا يسلح الحال يا رب طوعين المطوعين في مطوعين اكيد اي معاي كافين؟ والله هم بالشغل الكبير ده؟ في ناس يعني ما شاء الله يعني في فنانين وفي شباب يعني وفي ناس اسر يعني متزوجين وكده يعني ما شاء الله يعني حتى معنا ناس في التلفزيون استاذ بيجدم ابيع ربنا يديه الصحة والعافية اه طبعا وفي ناس يعني ارتاح له ربنا يرحمون نعم ده الواكهين معاكم ايوة المشغالين معاكم طيب اكتور بعد ده نجي للموضوع الاساسي اللي هو موضوع المقاومة المضادة الحيوى انا كنت في ورشة نعم قبل ثلاثة يوم تقص الموضوع بالتحديد نعم واحدة من المعلومات المرعبة يعني انه مية سبب سبعين الف بنوط شهريا وفقا لمقاومة المضادة الحيوى لسوء الاستخدام اه فالكلام ده لازم نتكلم عن نوقتي اه ده كلام صحيح تماما نعم وده سببه استعمال المضادات الحيوى من غير وصفات طبية بمعنى من غير رشدة من اخصال بمعنى ناس ملاريتان بعريفة نزلتان بعريفة ايضا قوحتان بعريفة يقوم يمشي الصيدلية الديني الدوى الظاهري والبنبي والكحيل وده مو بكون خلل في العلاج هو كشخص كدواء يحن نعم الخلل بيكون الاستخدام الخاطئ بمعنى بزاد عند الاخوة السيدات والناس الكبار في السيدة نعم الدوى نفع مع فلانا حينفع معا نعم خلال الثلاثة حبات طبعا الثلاثة حبات بي غايت حكاية عجيل خلص اي فهي بتبدي الكارثة بتبدي لتكوين مناحة بيتهازي المطبوع أي وان ذا الكلام العلمي ده نعم بتكون في مناحة بمعنى انت حتى لو بلحت هذه الحبوب اصبحت ما تقنية عنك شيئا يعني ده لانه البكتيريا طورت روحها ولا البكتيريا طورت روحها وقاومت وقدرت تكون مقاومة ضد هازي المضادات الحيوية اه ادي علاجة طبعا بانه اه ما في حاجة يسمى ملاراتي زي ملارات فلان مم حمتي زي حمد فلان نعم انا اتخيل ليه حتى لو الناس ما عند الوضع الاقتصادي الجانب المادي يمشي للاخصائي امشي المركز الصحي يعني على النقل خلينا نقول افسط حاجة تشخيص تشخيص شل لك اه نعم احتمال انا بمثل شركة كبيرة هنا في السوق السودان عندنا ادوية ملاريا اه وكان عملنا حملة يسمى الملاريا لا تحس الملاريا طفحص مم لانه قال الله حظ لي انه يزال بانشل الصلاة السيدالية بقم بيقول له عندها جع ضهر وعندها ادوية ملاريا ده ضد فحنو ما بتكون هي ملاريا اصلا هي بتكون ممكن التهاب في قريا تتضم البيضاء التهاب عادي لكن طوالي تقاو شال الادوية الملاريا ومشى بمختلف مسمياتها نعم فلابد من اعلاء الناس تمشي للطبيب او الناس اللي بيكونوا بيشاهدين الناس غد يكونوا في القرى صحيح الناس مش المركز الصيح تمشوا الشفاقانة مش المساعدة الطبية وفيه في اي حلة فيه في اي حلة فيه صحيح اصلوا خليك تبلك اشخص لك انت على الاقل اضعف الليمان عندك شنو حتى على ضو تمشي الصيضة يعني ده كده ان الصياضة كوادر موحلة بقدروا مش اللي مور في الاتجاه الصحيح نعم لكن فعلا المقاومة للمضادات الحيوية اصبحت ضبالا هو اشكال عالمي اشكال عالمي مش اننا في السودان بس والله يا حبيب الى حد ما عندنا في السودان بزيادة ليه؟ او في الدول الممكن نقول عليها دول الفقيرة الى حد ما ليه؟ لانه مثلا لو مشيت اي دولة مستواها متقدم ممنوع منعا باتا صرف روشيتا بلداروشيتا و hebben قطط حمراء المرة واحدة لحتيةiego حافظه على صحت المريض بتاعهم والحافظه علىه على دواهم يعني ما преbel è الآن عندنا ذمر أسامي او علمية لعادي الى انتهت بسبب الاستخدام الخاطئ بجينا أصبحنا كل فترة حنسجي لدوية جديدة ونجيب زمر جديدة وتحصل على مقاومة عليها والكارثة أي زمر جديدة بكون سعره أغلى فنحن كده يعني صحيح يعني وقعنا في الوحل مرتين صحيح البكتيري أصبحت لهذا لديها مقاومة أكتر وفي نفس الوقت الوضع الاقتصادي لأنه حيجيك دوة جديدة بسعر أكتر نعم فالموضوع عايز جلسة ولعل كنت عملت ورشة ورشة كانت ممتازة يعني أنا ورشة حذرتها دي يعني أنا رفتها علومات مرعبة والله والكلام قلتوا أنت تقبلين أنه الزول بيختصر المشوار نعم شركة بدأ نشي الدكتور بيتضب أيها الصيدة اللي مباشرة للناسبة تختصر المشوار دي وردو في الأدوية بالنسبة للأدوية بتاعت البوحة شايفة الناس بتستخدمها كثير نعم حتى يعني زي فيها مخدر ولا حاجة تقريبا الفلوتاب اي دي كمان فينا بيأخذوا أشيانهم مناسبة نعم دي صراحة يعني أدمن عديل في أدوية او طبعا لو شلت أنا طبعا بيتحفظ لأي يعني أي دوة مثلا هانا ما نقوم بنا رؤية للحياة دي مناسبة يعني من قرر الأسامة التجارية بتلجأ أنه بالذات الأدوية اللي بتستعمل للنزلة وكده بكون فيها حاجة بتعمل صداشن عشان كده بيقول لك مفروض ما تسوق وانت بتبلغ هذه الأدوية صحيح مفروض ما تكون وانت عامل في آلة خطرة لأنه ممكن تهذا نفض وطبعا دي ندرج تحت الاستعمال الضواء الخاطئ يعني بعد مرات الناس تفتح التلاجة بتاعاته أنا قبل اليوم كنت مع خالتي فتحت التلاجة القيت عبارة عن صيدلي طب كلنا بيوتك ايه فطوالي جيت تلكيس قلت لأ والحياة ده واحد فتح له اسبوع مفروض الجدع ده مفروض الجدع ده الرطوبة حتكون نسرد عليه بجد الجدع قاعد انت كورك وعملتش قلت لأ ما بترضى ما بترضى قلت لأ لا ده كله خاطئ فمحتاجين توعي ومحتاجين ويرش وارشات زي ما اشتبتها نحنا نحنا بنذي الجار باقي الدواء باقي الحبوب بالمناسبة ايوة ممكن تدي صاحبك او صاحبتك ايوة تدي باقي الحبوب معلقة النفعتك انت النفعتك انت للضبط فمحتاجين نجيب عند الحتة دي لأنه زواحد لو عرف انه ده هتجي وبالا عليه وعلى العكس حكا هياخده بسعر بعد ثلاث اربع سنة هياخده بسعر تاني فمفروض نجيب عند الحتة دي كتير طيب سؤال 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 انا احتبره سؤال سؤال عام نعم عشان نتعمل فايدة برضو يعني تقريبا مين الاسكندر فليمينج نعم العمل البانسالين ده نعم اللي هو الف وتسعمائة وحاجة ثلاثة ولا وكم ما عارف نعم ما في داني دير العمل مضاعد حيابي صح ما في اكتشاف خالص مع انه يومي بيكتشفوا في نجوم وفي فنانين وفي وين الناس اللي بيكتشفوا الادوينج وقفوا عند الاسكندر فليمينج بس كلاما الاول حاجة تحية لالاكسندر فليمينج طبعا نغايته ده انقذ الحرب العالمية وانقذ العالم وانقذ العالم ايوه في كل الكتب من الاساس وقف عنده بس ثاني ما مزول هو في هو الاساس البنسالين مم لكن بنقوم نعمل موديفايد للزمر يعني نضيف حاجة تبقى تترا سايكل شوفت اي حاجة اخيرة اي ان دي اه ها العيلة دي دي العيلة دي نسمى ان احنا الزمر ايضا تترا سايكلين سيبرو فلاكسسين نور فلاكسسين دي كله هي الاصل بتاعي هي بنسالين بعد ذا اضافة زمرة جديدة لها مثلا ممكن تمشي لالتهاب البول تمشي للجهاز التنفسي تمشي لسوان سوان سوان سو فهو الاساس البنسالين وعلى اللقاء كان فيه في القرن في زول زي الليكسندر فليمي ان شاء الله يجو غيره يعني يكفي بعده غناله يعني بنسالين طبعا البنسالين يا تمر بنسالين يا تمرجي ما تم اختراع اي اي دوة يعني شبيه بالبنسالين ده يعني الناس وقفوا ولا هم بتم فيه اختراعات واختراعات لكن تمت مقاومة برضو هو مثلا الكورونا الكورونا طبعا هي حاجة متحورة من الانتهاب رئوي ودائما بتجي من نزع بعد الشعوب لاشياء خارج العادة يعني اللي اخوة الصينيين ربا يتراهم بالخير ما شوف اتجاهات كده بعيدة لو لاحظت كلها لما انتجت خطف دين الحنيف بتنقمنع تاكل كده وتاكل كده لكن في اشياء بتجيك واردة بتجي من حاجات اصل للحيوانات قامت جات للانسان ففي الحالة دي تنقى بتبقى مرحلة الكاريسس اللي هو الكاريسس حصدت الاف الناس والمناسبة الميلاريا بتحصد ناس في افريقيا اكتر من الكورونا اكتر من الكورونا لكن لما الحاجة تبقى دلوبل في البلدان الغنية دي بيلفت لها النظر وتبقى في اختراع الامصال لكن العودة لموضعك الاول بعد البنسالين كان فيه لكن تطوير للزمرة الاساسي يعني البنسالين هو الاساس والغاية تحس هو المسيطر في اتجاه معين لكن فيه زمر جديدة متكلة على البنسالين كزمرة نحنا بنشر لها باضافة موضيفاية لحاجات معين بتمشي في علاج الادمية لانه كلام بيبقى مستفز ليكم انتوا تحديدا يعني ولاننا تشغالين في تركيب الدوائي صحيح لكلام مستفز جدا انه من الف سعمائة وثلاتة احنا ما قال رينا طلع علينا احب اقول لك حاجة مسلا البنسالين حسا يباع في ممكن نقوله في الاطراف ليه لانه البكتيريا ما تحورت اكتر البنسالين الفتيلة القديم دك الحارد 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 لكن تجد المرض هنا في المدن تطور عشان كده تلقى دخلنا زمر جديد يعني الى الان لو عملت مسلا روعا ما بيعات البنسالين بتلقى في الاطراف وده معناتي ليه الان بيئات نظيفة هل من زمان دي ارغانيك اما هنا دخلت العوامل التانية الكيميائية والبلاستيكية وعوادم العربات والاولوشن التلوث فحتضطر ان اكتدي زمر جديد عشان تقاوم بكتيريا طورت نفسها في قلب انسلمها بعالجها ماذا ما يجب نهاية معناه هو طبعا لو رجحت ربنا بقول خلقنا الانسانة في الكبل اصلا في المرض لكن في الداء وفي الدواء وربنا يجعلنا سبب للدواء ان شاء الله طيب استاذا كيف موضوع الادوية ده معاكم برضو طبع الفم من الخيرين ولا لانه زي ما قلت انت من سنين دي والاطفال تحديدا ما قلنا مقاومة الامراض فكيف بح تتصرفوا الادوية ده في شركات ربنا يترمى خير يعني ازلنا من المشي يرجع اليوم يقولون احنا عايز لنا عمل يوم صح وكذا وبنكون شايلين لستة لادوية معينة يعني ما كل الادوية الادوية بيستخدموا الموسمين او بالنسبة للاطفال ايوة طيب وفي كانت مبادرة اسمى طباء صيادنا بلا حدود بيشتغلوا ومعانا في الدور وكذا يعني ايام صحية كذا فهم بيجبوا الادوية وكذا فما بقسر يعني طيب طوال الناس بتكلم عن انه السودان ده مالفرطوم بس يعني ما حدود تختيشين دي ايوة علاقاتكم بباقي الولايات بور مسنين بور عجزة اطفال باقي السنة عندكم باقي الولايات والله في كونتاك لكن يعني في الاغالي ما زي الفرخارتوم يعني هنا بيلقوا الرعاية اكتر يعني وبتلقى مثلا في اللغاني في بعض المناطق بيقول لك والله يعني يعني شاخ الحلة لاميهم في الجامعة ومسلا لاميهم في بيت لكن ما بيلقوا الرعاية زي ما بيلقوا هنا يعني في الخرطوم اكتر يعني عشان كده الناس كلها في خرطوم يلا طبعا الدار أساسي موجود في منطقة السجانة ايوة ايوة في خرطوم جنوب ومنطقة سنتر لكل الناس يعني بيجوا يتونسوا معهم حتى تجار السجانة الناس السكنين في المنطقة سبحان الله ذات وربنا يعني الدار ذات تخطى في المنطقة يعني الناس بتحب الناس بيجوا بخيرهم زي ما بقولو اللي بيجي ببليلة ايوة حي قديمة طبعا ايوة حتى زمان الناس ما كان بتعرف انو في دار في المنطقة دي فكنو بنعمل برامي الترفيهية في الشارع بكبار الفنانين اللي بيكونوا بيجوا بس في التلفزيون يعني بيكون الناس بتستغرب انو الفنان بيجوا في الحتة دي سامعين الصوت احنا وين في والله في دار في سجانة دار المسلمين فالناس بيجي بيقول تشوف يعني انو في دار وكذا يعني من كان ترابة دارسة الحمدلله ما شاء الله فايف استر يعني انا ما بدعو انو الناس تجي عشان تسكن في ولا كذا لكن بيجوا رعاية ما شاء الله يعني في ناس يعني بيرتحوا اكتر من بيتهم ذاته مع انو يعني الرعاية في البيت احسن يعني اي طبع هو احتمال برضو زي الكلام اللي قلناه قبل انو حركة تودي ابوك حاجة شينا هي اصلا ممنوعة احنا هناك لسه ما جاتنا يعني كده ما احتمال ما محتاجين هي في الخطوم ذاتها ممنوع يعني انك تجيب كده انك بتدعو الناس اي زل او ضايقة معيشية ولا كده ضايقة معيشية ديك لما نعيش سوا نموت سوا في نهاية هو الخير منه زي ما بقوله يعني كيف انا هو بركة بنسبة لي حتى لو ما تكلم بس قاعد جنبي كده يعني دي حاجة بالدنيا طبعا طبعا فرب الله زي ما بقوله يعني في جيل يعني في جيل ما ما نرجع للتربي انا ما سمعتها يعني مثلا لكن بميل للناس الكبار اول كانت امي الله ارحمة متوفية بقول لنا ويما نشتغل اعم اوهي بشغلي ده للوالدة اللي ارحمة فالناس بقوله انت زلخ خيالية كيف يعني بتوهي بك قولهم ولد صالح يدعو له الصلاح بالدعا وبالعمل يلا الحمد لله ابي ذات وكام الناس الدعمين يتوفى لقيت انا ذات اشتغل لامي ولابوي بعتبر ان المسلمين في الدار دال ضي امي وابوي ابي اقول له ان لو امي وابوي كانوا حيين برضو حيحصل لهم كده ليه ما تخد نفسك انت زاتك انت اللي بتعمله في ابوك وامك في يوم من الايام ممكن يرجع عليك زاته يعني فبنجي لعمل التربية في اليابان بيعملوا حاجة عجيبة خلاص بيطيم توظيفهم استفيدوا من خبراتهم ايوه هم ناس مرجع امشوا احجوا الاطفال في المدارس طبعا هنزلك معمرين ايوه الفات السبعين والثمانين بدون بروش بقابل الحاجة دي يعني يمشوا المدارس الاتدائية والروضة في السودان عندنا معمرين برضا لو بيتدعونا برنامج جيبنا زي مية وخمسين اه كادر من الناس السودانين الخدم البلد في حدادين وفي فنانين وفي مية مية وحاجة يعني ما شاء الله يعني وليس استيل ناس قويين وناس ذاكرتهم قوية يعني صحيح وممكن الناس يستفيد منه يعني في ناس حرفيين وفي ناس يعني بيشتغلوا في مجالات مختلفة ممكن تستفيد من خبراتهم يعني ممازل اتقاعد ولا كده خلاص يعني قاعد في البيت لا استفيد منه انا ذاتي وتخيل يا دكتور لو اي مدرسة فداية ولا روضة بيقى فيها في الازوع ساعتين حبوبة يعني ما بيتكلف حاجة وديها مقابل في حبوبات لطافة تسمحين سماحة على المسلخات دي بزات يا يا سلام يا غادي ايو حاجة يشوف حرية المركة يا سلام تخيل انت يعني يعني بيكون في ذهنك حجوة قالت لك حبوبة صحيح؟ وفي كلمة قالت لك حبوبة وترسخ في الذاكرة وتستحضر كله وتقول الجيل الجديد حبوبة قالت لنا ووسطنا يا سلام يا غادي فيا ريت طبعا اليابان بلد متطورة وحرفوا بكلام ذلك ونحن أولى ووزاته بيستغير الاسلام حسب انه يعني توقيت تغيرة يعني الاسلام حسب الحاجة دي صحيح؟ الوقفر الكبير انا بالله بذكر ريحة تحبوبة يا سلام ريحة فيها كمون فيها كمون فيها زي السيمسيم ده كل مخلوطات مع بعر في بقور كيمان وفي دينا الكركار برضه ايو ايو انا بالله بذكر ريحة تبوة وفيه مثل بقول لك الماء عنده كبير يشتري كبير وكبارنا در ماء الله سعيدنا يعني بتجد ان احنا ثقافتنا ثقافة حبوبات بالمراسطان عملوا كده ومساوا كده وبتلقى ده حتى فيه قنانة بوصيكم على السيف السنينة زعوب بيف الهجعة عشو يعني فيه قنانة وفيه عاداتنا وحجوات حبوبة دي تراثنا اللي بدي علم حياتنا اليومية الصدق والامانة والشجاعة والغيرة المحنة المحنة دي دي ما بيشتروها والمركزاته صحيح المحنة والجيرة وصبت الارحام فده ما بتلقاها ولما تالناس ايوة لما حاجة صاحب نجي لي موضوع تاني انا برضو سألك ليا دكتور اللي هو ممكن النظام الغذائي كفين شر المرض كفين شر الادوية دي ده هاته نظام الغذائي ده لان خلي ده الاساس اللي مو بتجي منه الامراض صحيح وطبعا الوقاية خيره من العلاج فكومنا نتبع نظام الغذائي يعني لو رجعنا لصينياتنا بتاحت الغذاء بقلام وسيد كده هاته كان فيها صلطة مدبطة، صحيح وفام لح مفروك وملح تديك وده كان نظام الغذائي متكامل لكن طبعا الان رجعنا لبن وخضروات وعزوة لبن ومددد حلب وتمر وفكتريك بملح رق ده النظام الغذائي كان بتاعنا زمان عشان كده ما كان في امراض كثيرة مما دخلت الوجوات السريعية ومختلف مساملات ده محتراضا على التكوي هم برضو عندهم عندهم بتميناتهم عندهم بروتيناتهم عندهم حاجاتهم لكن مفروض الشخص يثقف نفسه ماذا يأكل ماذا تشرب والكلام ده أصبح متاح الآن يعني بضغطة زر في الانترنت بتعرف انك ممكن تأكل شنو سعورتك الحرارية وانت مه شوية بالضبط فالإنسان هو طبيب نفسه يعني أكلت سكريات كثيرة حتدخن وحتصل حالات دي كده نعم فلازم انت تصل لوزنة معينة لتوليفتك لحياتك فالناس بيحترونه طرف لك قولك يا خزامك زي ما نظمك قول غزاته ممكن يقولك كده يحترونه كلام ده سترف نعم أرى الآن انه كمان فيها حاجة يعني الآن بدت في موضع طالع عن الثعرات الحرارية والرياضة قد تكون في المجتمع المتحضر إلى حد ما أنا سريف ذلك انك مبسوك طورتو صحيح متحركين متحرك وحارب يعني حسن تجد غالبية الأمراض تجد في المجتمع المجتمع بتاع المدن ليه؟ لأنه مثلا عايز يأكل بر البيت عايز يشرب بر البيت عايز يشرب بر البيت عايز يشرب بمختلف مسمياتك لا بيأكل في نسه الزمن في نسه الزمن اختلاف الزمن متددي الأمراض لكن فعلا التوادن القذائي ممكن يغيم الأمراض لكن ممكن نقول بالنسبة 80% رياضة بردو ممكن رياضة مهين ممارسة رياضة لكن في أمراض بتجي عن طريق نواقل مثلا حاصل حسع في قربة السودان يعني الضنك حمضة مكناعي دي نتيجة إنه ناقم ضعوب نوع معين ينقل المرض دي فيه أشياء بعدين لنت تحارب العامل الأساسي تصلح البنية التحية دك الأم دولة بعد دك دك الأم دولة ده موضوع دولة أي لكن نحنا اللي علينا نحنا نمشي في توازن غذاء الثليل نظام غذاء الثليل بنقدر نقضي روحنا منكسر من الأمضاء نعم واحدة من الحقيقة اللي قلناها قبل شوية إنه شعب شركاسي ده معمر نعم لأنه كله أورغانيك نعم حتى في الأدوية صحيح لسه العشاب العشاب شغالة صحيح إذا في السودان شغالة كنت خيل ليه برضو رجعوا لها شعب الناس رجعوا بشكل خاطئ برضو ما هو أي حاجة محترد تكون بمعدل صحيح هو طبعاً الطب البديل أو طب الأحشاب ده 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 عالم برا وبراء و أه أم فورشنيتلي كان فيه جيد مختصين زمان في السودان يعني ناس مختصين بعلاج الأحشاب ما كل من يفترش الأحشاب في السوق هو هو زلدارس والأحشاب ذاته مفروض تدّي يعني انت تدّيها بكميات معينة وبمقدار معين صحيح فدي دعوة على اللقل يكون الطب البديل يكون موجود في الجامعات السودانية يعني أنا متمنى أنه من علم كبير جداً يعني هذا علم كبير صحيح أحب أقول لك إنه 75% من الأدوية الموجودة في الصيدلية الأوريجن بتاعها هو أحشاب أحشاب نعم عشان ما نقذوا الفارش في السوق العربي يديك حاجة يقول لك إنجا البغاثير والغولون والمصران العصب يكون فارشي في الواطن يعني صحيح في الواطن نعم وغتادي بنتاج كارسية يعني يعني ممكن يكون هم بعلق علاج ويسبب لك مرض فعلى اللقل التحري يعني تخلي في عطارين في عشابين معروفين صحيح مصرح لهم يعني مصرح لهم النصر المصرحين نستمشي لهم طبعا غير كده بتبقى تهلكهم صحيح نحنا حالي لكم التهلك في كل مكان لكل من التحق من الآن لمواصلة ما تبقى من حلقة صباح الشروق وصباح اليوم الشروق وأنا نرجع عليك بكتور سيداتنا هاني مدني بلادي ملي يتخيلت مدني طبعا مدني الجماعة ما في حل مدني في الخاطر أنا ذول ما متحيز شديد يعني ما حكاية دي ما قاعد السرق انا لما نقول مدني بقول السودان الكامل لانه مدني تحكس السودان الكامل صحيح بكل سماحته عاداته تقاليده ثقافة نموذج الدولة المدنية نموذج الدولة المدنية احتمال ان احنا كنا تحت الهواب نقول الكلام صحيح مدني عبارة عن بوتقا صهرت فيها كل القبائل السودان صحيح ودي دعوة عشان السودان يكون موحب طبعا شرقا وغربا وجنوبا وشمالا عندنا مدني نموذج يعني طبعا مدني نحشغى حتى السومالة عندنا مدني الكاشف ونطرب لا الكاشف ده علاج براوي طبعا هو علاج فعليا للاج هو علاج فعليا للاج صحيح يعني احتمال اديك ملاحظة لما سمحت اغنيت وردي في مطلع الـ 19 سنة حصل لا يريليف يعني يعني بقت فيه وفقه ساحات العلاج بالموسيقى علاج مزبط علميا بالمناسبة نعم وفننا جميل والكاشف جميل وانا قاعد اقول له مداخلة دايما اذا كان اللقوا في شمال الوادي عنده الهرامات خوفه وخفره ومنغره هاي الكاشف ده والله يهرب مفروح طبعا نعمل لوضه ليحكا لو نجنزله ما قدمه للفن السوداني لا يعد ولا يحصل التحية للكاشف لأسرته مدني رحمه الله رحمه الله الفنان الكبير الكاشف ابراهيم ابو جبل وبالمناسبة قلمة الكاشف اللقب ده الناس ما عرفه هو اسمه ابراهيم محمد احمد ابو جبل إنما الكاشف درد بعسكرية لجده لوالد امه كان بقول له بالتلكاشف وهو كان برضو تربية حبوبات زي حالاتنا كتابة يخذي معلومة مهي بكرة اللي امه بالتلكاشف فده لقب ابراهيم الكاشف وجبل دي طبعا محطة معروفة في مدني يعني في مدني معروفة واسرة معروفة لكن هو تيمنا بيجده ابو امه صمي ابو ابراهيم الكاشف قدم الكسير الكسير ومدني معطاءه ثقافة وفن وفورة وسياسة وادة السودان الكتير مدينة ولود التحية لأرض المحنى عبد الحمد اشترنا لكم كتير التحية لحالي والله أنا ذات استكتلهم كتير لجميع السودان حسنتي باني طلعناك برا المخضوع لا والله الديو حقوا لأنه يتم الدم لكن الحمد لله يعني انتم مالين على العمارات الحمد لله رب العالم برضو هي نموذج لدولة المدنية سكانة لطافة سكانة حتى الأجانب يعني كل الناس يعني عايشين زي الأهر يعني ويجوا لبعض في البكة في البناسبات في الفرح في الكرة كلهم مشاركين مع بعض عايشين تعايش سلمي مع بعض يعني أنا والله سعيت بكم جدا يا للغاية يعني وأتمنى تاني نتلاقك في حلقات حتى لو ما منفردة تكونوا انتم مع بعض لأنه المواضح كلها متشابكة متشابكة مع بعض يعني فحيكون عندنا معك شغل حتى لو حنيجب الكاميرا في كل الدورة دي نغطي فيها نشوف شنو ممكن يتعالج شنو ممكن نرويج له وشنو ممكن محتاج له ممكن نقدمه من خلال من خلال قناة الشروب نعمل نعمل حوار ونساساته مع مع النزلة القاعدين معاكم عشان شوية يحسوا بأنهم منتمين لنا ومنتمين لهم ومن حقهم برضو يصحروا في التلفزيون يعني دكتورنا أنا برضو هحتاج لك لقدام انشاء الله كتير الكلام كتير في موضوع الأدوية در نعم ولسه نحنا في قصص ما تكلمنا فيها يعني منها الأدوية بتتحرب فعلي لقلقا اللي يسموك كوزماتيك تقريبا ولا شو ما عارق نعم يوم نحنا بنتشف في النزول جا وزولة جاتها جا وقش الكلوي من الطبيض من التسمين من الويز وال اي بيع زي ما هو دا ان شاء الله ولا تجينا الموضوع دا ان شاء الله حبابك نحنا في الخدمة وان شاء الله صباح الشروق صباح جميل دايما ان شاء الله انا سعيد جدا بالاستضافة سعيد جدا اكون معاكم وكتركاركم كثيرا ان شاء الله تسلم تسلم يا رب وانا سعيد لكم جدا والله اللي حسنا المتابعة الى هذه اللحظة حلقتنا معاكم صباح الشروق مستمرة عندنا ضيفنا الاخيرة وفقرتنا التانية من هذه الحلقة هيكون معاكم بعد شوية لكن احنا في الكنترول ونعد موسيقى 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 اشتركوا في القناة